سوز عبد المنعم كرئيس لقطاع التجارة الداخلية اللي أنا فاهمه كده من الدكتور محمد القرش إنه في تنسيق بيتم ما بين الزراعة والتموين شكل التنسيق ده إيه؟ وفايدته إيه؟ بس يعني كل سنة بين الشعب المنزل في الأول إن شاء الله يعني شهر الخير كله ما فيش النهاردة وزارة بتشتغل في معزل عن الأخرى جميل أنا في وزارة التموين قد أكون 24 ساعة في وزارة الزراعة وإمكان لسه قبل التكامل الكلمة معها الدكتور محمد الفيهم والدكتور نادة ولسه بكلمه عن سلالات الأمح والكلام ده كله لأن لو لا التنسيق ما بين الوزارات المعنية ما كان حدث هذا الكلام في توفرة السلعة وعدم وجود نقص في أي سلعة الفترة المعنية من هناك من التنسيق من وزارة الزراعة باعرف حجم الأرض المنزلعة باعرف الإنتاج وبنوقعنا عليه إحنا بيعرفين الاستهلاك بتاعنا دي إيه؟ ونحدد الاستهلاك وممكن مش بس وزارة الزراعة ووزارة التجارة وصناعة زي ما عملنا وقفة تصدير الفول والمسالع لتأمين احتياجات المواطن المصري في النهاردة النجاح اللي البلد فيه ده بقيادة سياسية وتحتها وزارات شغالة في تنسيق كامل مع بعض هو اللي أدى توفر سلع والنزوم بأسهار فالنهاردة وزارة الزراعة أنا بقرار مجلس الوزر في استراتيجية الأمن الزائف في وزارة الزراعة قرار مجلس الوزر في القرارة العشرين أنا كم قلت سحونية في مع وزارة التجارة في توفير الموجودات في الأسواق المصرية والمخزون الاستراتيجي والتسلع فالنهاردة احنا مع بعض على مدارة الـ 14 ساعة الآن يعني الآن عاوز أقولك الأحسن من كده كمان بقى الأمح والنهاردة كان فيه اكتماع لسه الأسواق اللي فاتمها معانه وزارة التموين ومعانه وزارة الزراعة والاتفاق ما بين المدارية الزراعة ومدارية التموين والإدارة والإدارة والمكتب والجمعي لحصر الأرض المزروعة الأمحة على أرض الواقع لحصر الأرض المزروعة أمحة على أرض الواقع عشان وزارة الزراعة تاخد إجراءاتها في عدم توريد أو المسب في عدم توريد أمحة وإحنا نأخذ برضو محصولنا وتخزينا